هم يقولون عن أن أردوغان يستغل الدين من أجل تحقيق أهداف انتخابية لكن أردوغان هو خريج مدارس الإمام والخطيب رجل يعني تربى على تعليم الإسلام وكان واضحا من خلال نشآته بأن لديه اعتزازا قويا بالهوية الإسلامية واتضح حتى من خلال الأبيات الشعرية التي ذكرها وهو رئيسا لبلدية إسطنبول هذا الرجل الذي يتنافس اليوم مع أردوغان كملك الاتشدار أغلو اليوم كما ذكرت حضرتك لديه تصرحات متعلقة بأن ما حدث في الماضي كان نوع من أنواع الخطأ وأنه سيدفع بمرشحة محجبة في البرلمان لكن هل هذا الأمر يعطينا انطباع بأن هذه الأقوال صادقة لأنهم حينما كانوا يتولون زمام الأمور في تركيا هجموا المحجبات ومنعوا دخولهم من المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى هذا الأمر دفع بأردوغان إلى أن يرسل ابنته للتعلم في الجامعات الأمريكية بماذا تعلق؟ هم يقولون بأن الرئيس أردوغان يستغل الدين هذه صورة من صورهم التي هم يستغلون الدين نحن نقول بأنكم قد وصلتم إلى وقت الانتخابات ورأيتم أن الشعب التركي يميل إلى الصبغة الدينية فالآن أصبحتم أنتم تريدون أن تستغلوا الدين وهذه الكلمات أنتم الذين تستغلون اليوم الدين ليس الحكومة أو الحزب الحاكمة الحزب حين جاء أو أردوغان ومن معه حين جاء منذ البداية هو قد أعلنها أنه هو توجه توجه إسلامي وتوجه توجه أجداده لكن الاستغلال الذي يكون هو حين تكون عندك أنت مصلحة وأنت سابقا كنت بعيد عن هذا الاتجاه وجاءت هذه المصلحة تريد أن تحققها فأصبحت تتكلم بهذه الصبغة هذا هو عين الاستغلال فاليوم الأقرب إلى الاستغلال للشريعة الإسلامية أو للدين الإسلامي هو هؤلاء المعارضون وليس الحزب الحاكم أو أردوغان ومن معه صحيح ترجمة نانسي قنقر